شاب تلت السنة ونركز بقى مع بعض كلامنا النهاردة عن اخر جزء في الشابتر اللي هو الجزء بتاعت الدفايزز اصلا عندنا نركز بقى مع بعض كده ونفتكر هنفكر بعض كده بالقوانين سريعا ابتدي الاول قبل ما نحل مساء الاميتر نفتكر ايه هم اكتر القوانين اللي بتزبط لنا الدنيا طبعا كعادة كل فيديو حل في الديسكريبشن بتاعنا او في الوصف بتاع الفيديو هتلاقي القوانين او الشرح كامل لكل جزء انت محتاجه طبعا هتخش على الجزء اللي انت محتاجه فقط لجير يعني محتاج اميتر بس هتدخل محتاج بلت اميتر بس هتدخل محتاج اميتر بس هتدخل هتلاقي كل حاجة في الديسكريبشن موجودة بوصفها في حضرتك انت تدخل على الفيديو اللي انت محتاجه عو نقصك فيه مشاكل بس لجير نركز بقى مع بعض اولا الاميتر كيتقوانينه كده لو نفتكر بجيب حاجة اسمها شانت ريزيستنس عن طريق IgRG I-Ig سريعا الفري ما بين I&Ig في المسال بفاهمها ازاي Lg ده اللي هو اعلى current هو بيغدو بس قبل ما عدل قبل ما وصل R S الI اعلى current هو بيقيسو بس بعد ما بوصل R S يعني الاتنين I وال CMK بس واحد قبل ما وصل R S واحد بعد ما وصل R S طيب قانون تاني كان بيجيب اللي بتاعت الاميتر اللي هي الاتين ما بين ig على I وكانت equal ratio ما بين RS على RG plus RS ده اللي يعتبر بالنسبة لنا أبطال الأحداث عندنا في الشغل وطبعاً RS بتاعته دي بتتوصل Barrel Connection وكل خواص ال Barrel Connection بتتحقق فيها ان ال Volt Conistant أو غيره نركز بقى كده مع بعض ونشوف أولاً أول سؤال هنا بالنسبة لي بيقولي ال Value بتاعت الشنط Resistance لما Decrease الأميتر إيه اللي هيحصل لي؟ طبعاً أنا كل ما بخلي RS بتاعته دي رقمها يصغر فده بيخلي sensitivity بتاعتي اللي بيحصل لها بتقل طبعاً لما sensitivity بتقل يبقى ده معناه إن أنا بخلي الجهاز more accurate صح عشر على عشر لأن الغرض بالنسبة لي إن أنا أوصل RS صغيرة عشان تحمي الجهاز بتاعي يبقى كده الأكيروس بتاعته اللي بيحصل لها بتزيد طب السؤال اللي بعد كده بيقولي إيه؟ نركز بقى مع بعض بيقولي moving coil gilvano تمام؟ نركز ال RG بتاعته بكام ب200 يبقى أنا كده بالنسبة لي أول حاجة هنا عندنا إن أنا عندي RG بكام؟ رقمها ب200 تمام؟ وبيقولي كل division في السكيل بتاعي المفروض إنها بإيس كارنت كام؟ 20 يبقى أنا كده ده مش IG ده هو IG بس للone division للتقسيمة الواحدة أو للشرطة الواحدة بكام رقمها؟ 20 ميلي أمبير طيب وبيقولي إن ال coil ده اتوصل لشانت resistance بكام؟ 0.04 يبقى أنا كده عندي RS 10 على 10 بكام رقمها يا عم؟ 0.04 تمام؟ كويس قوي هو الراجل اللي عايز مني إيه بقى؟ بيقولي إيه اعمل حسابك يا عم أنا عايز أعرف الone division في الحالة دي هيئذكر أنت قدي إيه؟ طالما هو طالب الآي جي الone division والآي بتاعتي برضو الone division ببساطة أنت بتستخدم المسألة كأنك بتستخدم على التوتل عادي ما فيش أي مشكلة يبقى طالما الاتنين للone division المسألة بالنسبة لي هتبقى عادية خالص كل اللي أنا هعمله بالنسبة لي إن أنا هروح آيل هنا ركزه معايا الرس إيكوال أيوة ها ممتاز اللي قال اي جي بكام رقمها بس تين نيجاتيف سري طبعا عشان الميلي فار جي اللي هي كام رقمها 200 صح كده على اي اللي نقصة معايا تمام؟ مينس مين الاي جي اللي هي 200 سوري 20 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف سري هنا يبقى بالنسبة لي القنون الوحيد طبعا الار اس عندي جيفن اللي هي 0.04 يبقى بالنسبة لك القنون الوحيد اي طبعا يقام كروس ملتبليكيشن يقام تجيبها عن طريق شفت سولف وبالنسبة لك هتبقى في حدود 100.02 أمبار تمام؟ نركز كده معا مع بعض ونشوف بقى الأسئلة بتاعتنا سؤال زي اللي موجود عندنا فوق ده اللي هو عندكو هيظهر عندكو رقمه بـ 120 بيقول لي ايه عام؟ بيقول لي انت عندك جيلفانو كويل ماله الجيلفانو كويل ده نركز جيلفانو كويل بشانت ريزستنس اللي وصلتها له 5 وهو رقمه كام كـ يبقى اي كده بالنسبة لي الـ RG رقمها 50 تمام؟ والـ RS اللي هو حاطتها رقمها كام 5 كويس قوي هو عايزي بقى بيقول لي عاما عايز اعرف النسبة اللي ماشي يعني انا عايز اجيب الرشيو ما بين IG لـ I بس الكلام ده هو عايزه برسنتج انا عرفت منين هو برسنتج انا مبسيت على الشايز اللي موجودة عندي كلها برسنت يعني عايز الرشيو دي ملتبلاي 100 لسه من شوية كنا قيلين ايوة ممتاز اللي قال قلنا ايه؟ قلنا ان احنا عندنا الرشيو ما بين الـ IG على الـ I بتساوي اللي هيك صح ممتاز اللي قال بتساوي RS على RG بلاس RAS طيب يعني طب هل المعلومات دي موجودة عندي فعلا؟ اه موجودة الـ RS بكم رقمها؟ تمام بـ 5 الـ RG بكم رقمها؟ 50 بلاس RS اللي هي 5 الرقم ده هيطلع 5 على 55 يعني 1 over 11 اخد ده برسنتج هيطلع معي في حدود 9% تمام نركز كده مع بعض السؤال زي اللي عندك كده هو هنا بيقول لي ان انا عندي قرنت داخل القرنت اللي داخل هنا بالنسبة لي ماله ايوة بيبدأ يتحرك ما بين RS وما بين الجيلفانو كل اللي احنا شايفينه ده هو بيقول لك المفروض الـ get deflected by angle theta if the shunt resistance reduced by one over third من الجيلفانو resistance يعني ايه الكلام ده؟ shunt resistance بتقل بone over third من مين؟ من الجيلفانو صح بيقول لي الـ angle of deflection بتاعت البوينتر from zero position هتبقى بكام نركز بقى مع بعض ها انا كده ببساطة ها إيه اللي هيحصل انا المفروض لما كانت في البداية خالص نركز معي في السؤال بيقول للجيلفانو بتاعة resistance ايه؟ ايوة equal الشانت resistors في الاول خالص لما كانت الـ IG ايوة نركز في الاول خالص الـ deflection اللي كان عندي بـ سيتا ده حصل لما كانت الـ RG ايوة الـ RS لا المرات انا هخلي الـ RS one over third من الـ RG ايوة صح كده الـ RS هخليها one over three ايوة من مين؟ من الـ RG صح لما اجيحسب حزبة زي كده الكالكوليتور بتاعتي او حتى زبطها جوة السؤال ده هيعمل لي ايه كنتيجة؟ والله انت ممكن تزبطها بطريقتين اولا عن طريق الـ IG على الـ I كsensivity او عن طريق الـ RS على RG بلاس RS صح الكلام؟ طب وانا لو عملتها كده ايه اللي هيحصل معايا؟ لو جينا ركزنا كده شوية هنلاقي ان الـ RG القانون ده كده ممكن يحللنا الموضوع بشكل شيك شوية ازاي؟ هيخليلي ان الـ RG بتساوي سري من RS صح الكلام سري من RS يبقى لو جينا رحنا بقى للـ نركز كده مع بعض نشوف المشكلة بتاعتنا هتتحلل ازاي؟ هتيجي معنا ازاي؟ ركزوا كده معايا المعلومة اللي عندنا بتقول ان انا عندي الـ RG سري من RS صح؟ لو جد عوضت بالقانون بتاعك اللي هو بيقول لك RS على RG بلاس RS احسب كده الـ RG الـ RS نفسها بكام؟ هنعوض عن مين فيهم طيب؟ الـ S هلك تعوض عن الـ RG طيب خليها خلي الـ RS زي ما هي وتعالي انا عوض عن الـ RG هتبقى سريه RS بلاس ايه؟ RS يبقى كده هتطلع الـ RS كتوتل بقت اوبر ايه فور اه يعني معنا كده السينستيفت بتاعتي اللي حصل لها الريش بتاعت الـ RS اوبر الفور طب مع الـ RS دي اللي هي اصلا وانا على سريه من مين؟ من الـ RG ده كده في فرق واحد بالزبط يبقى كده السينستيفت بتاعت المفروض النهية بدل ما هي سيتا هتبقى ممتاز عشرة على عشرة هتبقى بالنسبة لي سيتا اوبر التو صح لان احنا لو حسبنا اللي فاتت اللي فاتت لما كانوا الاتنين ايكوال لبعض ركزوا معايا هتطلع RS على تو صح كده ممتاز اللي قال لانها RS على RS بلاس RS لان اتفعنا RG ايكوال RS في الحالة الاولانية فمعنى كده ان الدفليكشن ده كان بسيتا يبقى الدفليكشن هنا هيبقى ايه بسيتا اوبر التو عشرة على عشرة طيب ركزوا معايا سؤال زي هندرد اللي قدامكم ده هندرد توينتي فايف السؤال ده بقى محتاج دماغ شوية عشان ايه الدنيا ما ببص معاكم هو هنا وحطتلي ايه في السؤال اللقصادي حطتلي معلومتين لRS واحدة بسري اي والتانية بسري اوم والتانية بسيكس اوم وفي الحالتين الارجي موجودين عندي وبيقول لي يا ترى ايه اللي يحصل للكارنت في الحالتين مقارنة ايوة ببعض انا عايز اقارن الاري توتل في الحالتين مبدئيا كده كده عشان نكون متفقين كل ما هتنقص الار اس يعني مبدئيا كده الاي اللي ماشي في الاكس هتبقى اعلى يبقى بالنسبالي الاختيار ايه وبي مرفوضين اه طبعا مرفوضين بس خد بالك ان بي الى حد ما اعلى بس اعلى ايكوال بالزبط يعني دي قد دي مرتين هل ده حصل لا طبعا لان الار اس في الحالتين يعتبروا بالنسبالي ده اللي اغباطة اللي حصلة الار اس في الحالتين يعتبروا الدبل فا اكتر الناس هتيجي في الدماج يقول لك بس على طول يبقى طالما دي سري وسري يبقى دي بالنسبالي دبل دي يبقى الاي مع الار انفرس يبقى ديها اللي اختارها ده التركة او المقلب اللي في السؤال ليه بقى لان احنا لو ركزنا يا جماعة الاي توتل انا لما بحسبها الاي توتل بتبقى رليتت لمين للار توتل طب احنا لو ركزنا الار توتل في الحالتين مش يبقوا الدبل تعال نسبة الكلام ده كده يعني الار توتل في الجهاز الاولاني الاتنين دول برا اللي بعض يبقى تبقى سري ملتبلاي اتين على سري بلاس مين الاتين صح كده طيب الحالة التانية ها سيكس صح كده ملتبلاي الاتين على سيكس بلاس الاتين لما ديك يزيحسب الاتنين دون عندك لا مش يطلعوا النسبة كده ده بالعكس انت لو جدت يجيب نسبة الار دي هتطلع بالنسبة لك الار هنا الهنا يعني دي هتطلع لو انت عملتهم كراشيو يعني خدت ده هتطلع النسبة بتاعتك بالزبط يعني معنى كده ان الكرنت بتاعك المفروض يطلع العكس اللي هو يعني معنى كده انهما بالنسبة لي مش قد بعض بالزبط يعني ما تلاقيتش ايهت على فور عشان نقول فبالنسبة لي مش هيبقى في حل موجود عندي مناسب للكلام ده غير الجزئية اللي هي دي لان هنا النسبة لحد ما يعني هنا الراجل بالنسبة لي تلع واحد اتنين هنا زاد عليه تقريبا واحد ونص يعني في نسبة ما بينهم هما الاتنين يعني انت لو حسبت الكلام ده كله هيطلع معاك تقريبا في حدوث او تقريبا النسبة واحد فالرقم ده تقريبا مش قد بالزبط ما تلاقيتش فمعنى كينا خبالنا من التكاتل زي كده عشان الحاجات اللي زي كده في الامتحانات بتلغبط ما تبقاش سريع وتستعجل وتحكم على الار اس على طول طيب بوينت كمان مهمة جدا نركز بقى فيها قبل ما نخش على جزئية المسائل الخاصة بالفولتميتر طب نفتكر قوانينه برضو نفتكر قوانينه الراجل بتاع الفولتميتر ده كان بيحكي معانا في ايه ايوة الفولتميتر المفروض ان انا بوصله ر ام سيريس بتديني في مينس في جي على اي جي من ال في الماكسيمم بس بعد ايوة عشرة على عشرة الماكسيمم بس بعد ما عصلت ال ار ام ال في جي الماكسيمم بس قبل معصل ال ار ام طب لما نيجي نحسب النتيجة هنا عندنا نركز يبقى المفترض ان انا اخد بالي ان ال ار ام دي هتبقى ال في اللي هو بعد التعديل مينس ال في جي على اي جي في نقطة كمان مهمة السينستيبتي هنا في جي على في او ها ار جي على ار ام بلاس ار جي طب حلوة قوي دي المفترض ان انا اقبر بتاعتها على قد ما اقدر اه طبعا طبعا تفاصيل الحاجة زي ما قلتلكو في الدسكريبشن بتاع الفيديو هتقدر تشوف مين التفاصيل بتاعت الفيديوهات دي كشرح كل فيديو حوالي شرح وتقريبا حوالي ربع ساعة تقدر ان انت ترجع للجزء اللي انت هتحتاجه طبعا في مسائل في كل فيديو منهم مستقلة بس بالجهاز لوحده هنا احنا بنعمل بيقول لي بتاعت طب ما ده هدفي لان لما هزودها هعمليه في اعخل السينسيفتي اللي حصل لها تقل فالأكيوريس برضو هتعلى فيه تشابه شوية ما بين الجهازين فاخدوا بالكم طيب السؤال اللي بعده اللي هو في ايه في هندرت سيرتي ده ده سؤال بقى مهم رح حاوله تركزه كده معي فيه الراجل ده بيقول لي ايه بيقول لي كام على كلامه الريزيستنس اللي موجودة عندي بهندرت وبعدين وبيقول للمفروض ان اداني ماكسومم كارنت ماكسومم كارنت يعني اي جي طالما ما معدلتش يبقى زيرو بوينت زيرو وان جميل وبعدين وبيقول للمفروض الراجل ده انا هحاوله الفولتميتر ووصلتنا اللي هي الار ام بتاعتي كام رقمها بيت هندرت طيب عايز الفاليو بتاعت اللي هيقدر يقسها بعد معدل يبقى انا كده عايز طب هو الفي جي مش موجودة هي مش موجودة ابس انت حضرتك تقدر تجيبها من هنا ليه لان الفي جي ببساطة لو جيت ركست هي بتكون لما منيجي نفكها بتبقى عبارة عن اي جي ار جي يبقى لما نحسبها اتطلع معي مين مع مين ها نركز كده الرقم بتاعي اللي موجود زيرو بوينت زيرو وان ملتبلاي الار جي اللي هي الهندرت اللي هي تطلع في الاخر وان يبقى اروح عادي جدا للمسألة بتاعتي الار ام ايكوال وارح شجل عليه ها الفي انا ما عرفهاش انا عامل السؤال علشانها الفي جي وان الاي جي طلع معي كم زيرو بوينت زيرو وان الار ام رقمها موجود عندي اه رقمها موجود عندي كم رقم الار ام تمنمي بالزبط كده هنعمل هنا كروس ملتبليكيشن يبقى تطلع من هنا دي تمانية وهضيف عليها الواحد اللي هنا يبقى يطلع الفي عندي بكام بناين فولت طيب سؤال كمان ونركز بس السؤال ده عاكس بقى الفكرة بتاعتنا ازاي طالب الار ام نركز كده مع بعض اللي هو هندرد سيرتي وان بيقول السؤال ده بيقول ان انا عندي فولتاميتر طب هو ايه الفولتاميتر اه عادي ما فيش مشكلة ما هو فولتاميتر يعني برضو جلفانه ما حدش يستغرب طيب اما يجاب ليه سري التعديل يبقى انا لسه باتكلم في السياغة الطبيعية للجهاز بتاعي نركز الفولتاميتر عندي الار جي بتاعته بكام رقمها قايل 2500 وبيقص لي البوتينشان ديفرانت الفي جي بتاعتي بكام ب2 فولت حلو الكلام ده وبعدين بيقول لي وصلته الار ام الرينج بتاعي انكريز دي باي فور انكريز دي باي فور ركزوا قوي بقى في الحتة دي عشان ده مقلب لو قال لي انكريز دي باي فور يعني ده مقدار الزيادة يعني المفترض ان الفي عندي بقى الجديدة هتطلع كام ركزوا معايا الفي جديدة اللي عندي هنا هتطلع التو دي زاد عليها فور يعني بقى تكام 6 فولت ده مقلب في السؤال عشان كلمة انكريز دي باي دي كده قدر احسب عادي الار ام بتاعتنا لو انا عايز احسبها ما فيش اي مشكلة طالما انا لقط الحدوتة يبقى الار ام بتاعت هتبقى الفي ماينس الفي جي هل الارقام كلها موجودة عندي ام عادي بس انا لو عايز اجيب الاي جي سهلة او ان انا اجيبها لانها مش موجودة انا عندي هنا في جي وعندي ار جي يبقى هقول ان الاي جي اكوالها في جي على ار جي اللي هي هتطلع كام رقمها نفتكر كده مع بعض الفي جي هنا بكام ايوة بتو الار جي بكام بتو ساوزنت فايف هندرد تمام كده انا جبت الاي جي اقدر اعود بقى في السؤال عادي عشان اجيب الار ام اللي هي تو على الاي جي الرقم اللي هو هتطلع من هنا عادي هتبدأ اتعوض ان انت بيه هتطلع لك بالنسبة لك الار ام ثانية واحدة دي كده ما على الرقم ده هتطلع بالنسبة لك الار ام في حدود طيب تعالوا كده نبص كده بقى مع بعض في السؤال من الاسئلة اللي هي ممكن تيجي لغبطة كمان كثيوريتيكا هو هنا بيقول لي ان انا عندي اتنين بولتميتر اكس وواي اتنين بولتميتر اكس وواي ماشي مالهم دول بقى المفروض ان هما وضع ملتبلاير رزيستانس يعني المفروض ان كل بولتميتر منهم متوصل до مختلفة شوية جميل قوي بيقول لي المفروض ان البوينتر في الحالتين نركز بقى مع بعض يعني هنا المفروض ان انا هحط كل بولتميتر لوحده ما بين الايو و البي وادا فيلتميتر مثلا اكس وادا فيلتميتر واي او اروان و ارطو مش فرقة بالنسبة لي كتير ده بولتميتر اكس وده بولتميتر ايه واي طب في الفولتاميتر هو حط بوتينشا ملتبلاير يعني ركز معايا او الرم هنا بالنسبة لي هركز معايا الرم اقل من الرجي طبعا ده بكده بالنسبة لي الجهاز ده لان احنا كان من اساسيات الفولتاميتر ان انا وصل له resistance اعلى علشان تبريف انت ده كوي يبقى معنى كده ان انا لو جيت بسيط هلاقي ان انا المفروض ان الجهاز انهي جهاز يوم سانستيفت بتاعته هتقل طبعا الجهاز ده يعني الجهاز ده سانستيفت بتاعته هتقل لان الار حققت الشرط فطالما هتقل يبقى هيقدر ييز فيه اعلى بكتير طالما هيقدر ييز فيه اعلى بكتير يبقى المفروض البوينتر بتاعها هيتحرك ببط لانه بياخد ارقام عليه عشان يقدر يتحرك يبقى الزبون ده بياخد ارقام ايه قليلة فاخد بالك من حاجة ان deflection عكس اساسا ايه عشرة معشرة عكس فكرة الاكيارسي كل ما جهاز يكون اضق يعني انه انا بحميه فبيقدر يستحمل اراية اكتر فبالتالي هنا البوينتر بتاع الدفلكشن اكس اكيد طبعا هيديفلكت اعلى بكتير جدا من مين من الواي تمام نقطة تانية بقرر الدفلكشن عكس الاكيارسي الدفلكشن هنا عكس الاكيارسي اللي بيتحرك بسرعة معناها انه جهاز حساس معناها انه بيستحمل قيم صغيرة مننساش الحتة دي نركز بقى كده مع بعض وقبل ما نخش في جزئية الاوميتر برضو سريعا كده نفتكر حدودة الاوميتر كانت بتحكي معنا في ايه الاوميتر بتاعنا هو جهاز زي ما قلت قبل كده في شرحه جهاز اهبل تمام هتلاقوا الفيديو ده موجود عندكم برجعوله عشان تفهمه الجهاز ده بالنسبة لي مجرد انه بيعلمني ازاي طبق اوم بس لكن هو الجهاز فعليا لم يتم استخدامه تعالوا نشوف الكلام ده ليه لانه ببساطة احنا عشان كنا نعمل الجهاز لازم بنحط RG وبنحط كمان standard وبنحط RV وبنحط R small ودول اوقات كتير ما بيكونوش موجودين ده الجهاز على بعضه يبقى كل دي resistance موجودة جوه الجهاز ما بتتقريش دول الجهاز بس بس تخدمهم ليه عشان ازبط البوينتر على maximum deflection عشان كده دي بتبقى V على RG دول بيكونوا موجودين او مش موجودين على حسب المسألة طيب طب لو انا عايز اضيف RX بتبقى RG وR standard وRV وR كل ده كل دول اتفاقنا ان كل دول ايه بس بيتضاف عليهم هنا ايوة RX وفي الحالة دي بتبقى V هايوة عشرة على عشرة على الاي اللي هي لازم الاي دي في الحالة دي تكون اقل من الاي جي لان انا ضفت عليها resistance الريزيستنس زادت فطبيعيا الكارنت اللي يحصل له ممتاز طبيعيا الكارنت اللي يحصل له يقل يبقى ناخد بالنا ان هنا الكارنت بيقل والريزيستنس RX هي اللي بتظهر معاه طب نركز كده بقى مع بعض ونشوف احنا ممكن نحل مسائل زي كده ازاي نبص كده على مسألة زي مثلا 141 وركزوا معايش يا المسألة دي محتاجة دماغ شوي هو بيقول لنا حطيت R معينة اللي هي 500 بس خلت البوينتر deflect 1 over 2 من الـ scale طب ما خلينا اسكية طالما عملت كده يبقى دي اكيد RX بكام رقام هي عام بـ 500 طب هو انفنت الـ RG has الـ O meter يعني اي الـ device اي الـ gelvan والوحد واللي ملع ما قالش السيرة طب خلاص يبقى انا لما اجا تبقى الـ equation دي بدل مكتب كل ده اللي هو RG و RC و RV والكلام ده كله طب ما انا لمهم على بعض طالما هو مستقل في تفاصيلهم وسميهم كلهم R-O meter اضافة الـ RX اللي هي كانت كام 500 equal ها ركز بقى كده معايا equal الـ V ايوا على قدي ايه هو قيل 1 over 2 من الـ I-G مش هو اللي قال انها بتعمل هافل الـ scale طب هو ده ممكن يفيدني اه طبعا لان انت لو بصيت كده شوية هتلاقي ان الـ V على الـ I-G دي الوحدة تديك R-O meter يعني الـ V نفسها على الـ I-G تديك R-O meter ما تركز بقى في التفاصيل دي عشان دي بتفرق في حل السؤال يبقى ده كده الـ R-O meter على بعضه لان لو نفتكر قلنا للـ R-O meter الجهاز ككل هنا هو كل دول بيبقوا فيه على الـ I-G maximum deflection فكده ببساطة الشكل بتاع القانون بتاعه بقى عبيت قوي ليه؟ لان كده R-O meter هنا ضفنا عليها الـ 500 equal طبعا وانا على هاف هتقلب 2 تمام من R-O meter لو ودت الـ R-O meter الناحية التانية دي بالـ minus بس يبقى فضلت R-O meter واحدة أيوة بكامي عام بـ 500 أيوة مستر بس هو ما سألش على الـ R-O meter تعالوا نشوفوا وسائل أصلا عليها ولا لا؟ أهلا هو هنا بيقول لي المفروض ان انت هضيف لك R-O meter تانية تخليني deflect 1 over 4 بس كده انا جبت الـ R-O meter هتفيدني آه طبعا تعالوا كده ركزوا معايا هعيد نفس الكلام اللي انا قلته ازاي؟ هقولي يا عام ان انت عندك الـ R-O meter ضفت عليها الـ R-O meter اللي سيادتك مش عارف تجيبها طلعت لك مين؟ المفروض ان الـ V على 1 over 4 من الـ I-G طبعا بزكاء دي لسه احنا عاملنا حالا اسمها R-O meter وR-O meter من شوية احنا لسه جايبينها يبقى تطلع الـ R-O meter بـ 500 ها؟ اضافة عليها الـ R-X اللي انا معرفهاش equal 1 over 1 over 4 صح؟ ودي بالنسبة لي هتبقى equal إيه؟ أيوة ممتاز كده؟ دي بالنسبة لي هتبقى equal الـ R-O meter صح الكلام اللي هي كانت كان برضو بـ 500 يبقى كده 500 اضافة للـ R-X equal 4 أيوة في الـ 500 اللي هي الـ R-O meter الـ R-O meter اللي هي كان برضو هنا 500 ممتاز يبقى هتطلع النتيجة في الآخر ان الـ R-X بتاعتي ببساطة equal دي هتطلع 2000 الكلام ده كله minus 500 يعني هتطلع 1500 دي بالنسبة لي الـ R-X تمام؟ ركزوا معي أنا اخترتلكم مسألة مستفزة شوية بالنسبة للـ R-O meter عشان بتلغبط نركز بقى شوية ممكن نفس فكرة نفسها بس تتحل بالشكل مرسوم يعني ايه مرسوم بس هيها تبقى أسهل سيكا شوية زي مثلا السؤال اللي احنا شايفينه عندنا هنا مثلا اللي تحتيه على طول 142 بيحك في ايه هنا السؤال ده؟ بيقول لي خد بالك ان المفروض من الأرقام اللي قصادي الماكسيموم ديفليكشن بكام؟ بـ 500 مايكرو اكتزوا معايا كده بـ 500 مايكرو أمبير وفيه R-X هنا قدام الرقم ده طب هو السكيل ده متقسم ادي 1-2-3-4 السكيل الكارنت مزبوط يعني بيتقسم الـ 500 دي على الـ 4 فاعرف الراجل ده بكام؟ يبقى الراجل الكارنت اللي عندي اللي هو متدوليكا جيبن هيتطلع 125 لانه قسمت الـ 500 على الـ 4 مايكرو أمبير حلو يعني قد ايه؟ الكوارتر طيب ما انا ممكن ابقى زكي بدل ما اكتبه كرقم ممكن اكتبه كوارتر ولا يح دماغي ازاي الكلام ده؟ نركز نفس الكلام اللي احنا قلناه الـ R-O-Meter دفت عليها R-X 9 بالنسبة لي كده بس كيلو اوم يبقى 9000 مش ايكول المفروض انها الـ V على قد ايه بقى من الـ I-G احنا اتفقنا الرقم ده الكوارتر بتاعه يبقى كوارتر الـ I-G انا عملت الحركة دي ليه؟ ايوه عشان قدر اقول ان دي R-O-Meter يبقى كده بالنسبة لي الـ R-O-Meter بلاص الـ 9000 ايكول وانا على فور يعني فور R-O-Meter طب ما كده 3R-O-Meter بـ 9000 يبقى الـ R-O-Meter نفسها تطلع بكام بـ 3000 يبقى R-O-Meter بكام بـ 3000 طب هو المرة دي الراجل طالب مني ايه؟ انا جبت الـ R-O-Meter بيقول لي عم من عايز الفولت الـ Electric Cell يعني الـ V نفسها طب احنا مش قاعدين من شوية حالا ان انا عندي الـ R-O-Meter اللي وحدها ايكول الـ V على الـ I-G صح طب والـ I-G عندي ولا مش عندي آه عندي 500 طب والـ R-O-Meter جبتها آه يبقى هنا قدت 3000 واده الـ I-G بتاعتي بكام رقمها بـ 500 بس مايكرو يعني 2 قادر اجيب ببساطة من هنا الـ V عن طريق روس اللي هتطلع معانا أي حد محتاج شرح تفصيلي الفيديوهات عندكم ان شاء الله بإذن الله في الـ Description بتاع الفيديو تقدر ترجع لأي فيديو انت عايزه وزي ما قلتلكم قبل كافي الفيديو اللي قبل ده البلايلست موجودة لغاية شابتر 8 شدوا حلكم بقى يا شباب وانتوا تقدروا ان انتوا ترجعوا لأي جزئية نقصاكو حتى الناس اللي سبقت في شابتر سي أو حاجة وعايز يسبق ويبص على الشروحات هيلاقي بالنسبة لك الشرح كامل للمنهج موجود الحمد لله رب العالمين من السنة اللي فاتت واحنا كل اللي احنا بنعمله السنة دي ان انا بضيف لكو كل افكار جديدة وبرضو ما بمسحش الشرح القديم بحيث ان الناس تقدر تستفيد من اي جزئية هي محتاجها في اي وقت شدوا حلكم يا شباب وهتمنى الموضوع بالنسبة لكو يكون تمام بالشكل اللي يخليك تقدر اي فكرة تقدر ان انت تحلها وطبعا الكمنترات بالنسبة لكو تقدروا تسيبوا الاسئلة وان شاء الله هرد على الاسئلة بتاعتكم مع السلامة اشتركوا في القناة